السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من فضلتكم يا دكتور عمر أن توضح لي كيفية توزيع لحم العقيق علما بأنني رزقت بحفيد وذبحنا اتنين من الغنم ووزعتها كما توزع الأطحية فعال ما فعلته صحيح جزاكم الله خير الجزاء وزادكم من علم وزادك من علم اللي انت عملته صح اللي انت لما قسمت لحم العقيقة زي ما لحم الأطحية ده صحيح طيب لو انت لا قسمته مختلف يعني ما قسمتهش أثلاثا قسمته والله تلتينه مثلا للفقراء وتلت الأهل البيت هيبقى صحيح أو تلتينه الفقراء وتلتينه وتلته هدية برضو هيبقى صحيح هيبقى يعني ايه حصل الثواب كاملا يبقى إيه اللي حصل يبقى انت كما توزع الأطحية توزع العقيقة يبقى كما توزع الايه الأطحية توزع العقيقة ايه اللي ورد في السنة انها توزع أثلاثا ثلث للفقراء وثلث للهدية وثلث لأهل البيت لأهل المنزل يعني ليه لان الأطحية ليست كالنزر يعني ايه الأطحية ليست كالنزر والعقيقة كمان ليست كالنزر يعني ايه ليست كالنزر النزر بيبقى مال خرج مني من ملكي إلى الله يعني مال خرج مني إلى الله يبقى خلاص ما بقاش ملكي يبقى أنا ما أخدش منه حاجة يبقى المال ده كله يروح لي مين بل المال خرج مني إلى الله يبقى خرج للفقراء يبقى المال ده كله يروح لي مين للفقراء ده لما يكون الايه الشات المزبوحة دي نزر لعندما تكونوا نزرا أما إذا كانت أضحية أو عقيقة تقسموا أسلاسا سلس للفقراء وسلس للهدية أهدي بيها أصدقائي وأحبابي وسلس لأهل البيت يعني يأكل منها أهل البيت آه لكن لو كانت نازر لا يأكل منها أهل البيت يبقى كده وضحنا حكم الأطحية وحكم العقيقة وحكم النازر يبقى النازر إيه اللي يحصل النازر ما بنقولش منه خالص لكن ده الأطحية والعقيقة بنقسمة أسلاسا وده تمام السن لكن لو أننا اديت الأطحية كلها أو اديت العقيقة كلها للفقرة يصح لو اديت تلتينها للفقرة وتلتل يصح لو اديت تلت الفقرة وتلتل للهدية أو تلتل هيصح برضه يبقى إذن يبقى التقسيم ده هو تمام السنة ولا بأس أن أنا أزيد في نصيب الفقراء